بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتل وهو السميع العليم إن الله يريد للإنسان أن يعيش إيمانه في عقله ويعيش إيمانه في قلبه وفي إحساسه وشعوره ويحاول أن يربي إيمانه في نفسه كما لو كان يراه عيانا بشكل حسي من كان يرجو لقاء الله من كان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر في عقله من خلال ما جاء من الوحي الذي يحدثنا عن الدار الآخرة وعما ينتظرنا فيها من حساب وثواب وعقاب فإن على الإنسان أن يؤكد أن يؤكد إيمانه بالآخرة بمعنى أن يعيشه يقينا كما لو كان يراه أمامه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فإن لقاء الله الذي جعل الله له أجلا لا يعدوه سواء هو أجل الإنسان عندما يترك هذه الدنيا ليدخل عالم الآخرة ويلتق الله بروحه هناك أو أجل الله في يوم القيامة التي يقوم الناس فيها لرب العالمين عليه أن يتعرف أن هذه حقيقة تفرض نفسها عليه لأنها هي الواقع كله فللإنسان أجل في الدنيا لا يعدوه وليوم القيامة أجل محدود يعلمه الله ومن الطبيعي أن الله عندما يريد أن يثير في أنفسنا هذه الحقيقة فلا يريد أن يخبرنا به كما يخبر أي إنسان إنسان آخر بشيء واقع ولكنه يريد لنا أن نستعد لذلك لأن قضية لقاء الله ليست قضية أن تلتقي الله في دار قدسه ونحن نعيش لقاء الله في الدنيا والآخرة ولكننا في الدنيا نعيش لقاء الله كما نعيش مع أجوائنا الاجتماعية والعائلية وما إلى ذلك أما في يوم القيامة فإن لقاء الله يمثل الوقوف بين يدي الله للسؤال والحساب وإن لقاء الله هناك يفرض أن يعيش الإنسان هناك نعيم الله في ثوابه وغضب الله وسخطه في عقابه لذلك لقاء الله ليس كلقاء أي أحد ولكن لقاء الله هو لقاء الإنسان للمسؤولية في يوم القيامة هو لقاء الإنسان لنتائج المسؤولية اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فهو الحقيقة التي تفرض نفسها على الوجود كله وعلى الموجودات كلها وهو السميع الذي يسمع وساوس الصدور ويسمع ما تبدون وما تكتمون ما تسرون وما تعلمون وتعلنون وهو السميع العليم الذي يعلم ظاهركم وباطنكم ويعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور فأي حساب هو حسابه وأي موقف هو الموقف الذي تقفه هناك يوم تبلى السرائر يعني تتمزق السرائر كما في بعض التفاسير وتبرز كل ما في داخلها فإذا كانت السرائر محفوظة في الدنيا فلا سر يوم القيامة ويا ويل الإنسان الذي لا يستر الله عليه يوم القيامة لأن الله قد يفضحنا هناك أمام الخلائق ولذا جاء في وصيتي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر أيامه كان في حديثه مع أصحابه وهو في مرضه الذي توفي فيه أنه طلب من أصحابه من كان له عدة عندي عدة فليأتني أعطيه إياها من كان له عندي أمانة فليأتني أؤده إياها من جلدت له ظهرا فليهذا ظهري فليستقد منه ومن شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه يعني أنا إذا إلكم علي شيء بالدنيا بالدنيا أخذوه من عندي قبل الآخرة طالبوني به في الدنيا قبل الآخرة ثم قال لهم ألا إن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة يعني يمكن واحد يدي السامح من شخص إلى حق عن شخص يخجل أو هذا لأنه يخاف مثلا أو لا واحد هو وريد الناس إليها حقوق عنده مثلا ما يحاول أن يقول للناس تعالوا أخذوا حقوقكم مني لأن قد ينكشف أنه رجل سرق من هذا اغتاب هذا أكل مال هذا وما إلى ذلك خاف ينفضح بين الناس النبس العلواله على حسب هذه الرواية يقول ترى صحيح أنت في الدنيا يمكن إذا ظهرت بعض أمورك مع الناس وأنت تريد أن ترجع إليهم حقوقهم وأنت تريد أن تتحلل منهم يمكن أن تخشى الفضيحة لكن يوم القيامة أنت تفضح عندما تقف للحساب تفضح أمام الناس كلها أمام الخلائق كلها ألا إن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة أنا ما أريد مكر واحد أنا إلا علي حق وأنا رسول الله يجي للمسكري يوم القيامة ويقول يا عدل وحكيم احكم بيني وبين محمد فإنه قد شتم عرضي فإنه قد جلد ظهري فإنه أخذ مالي ما مستعد أنا الآن إذا واحد عنده شيء وهو رسول الله الذي أعطى الأمة حقها وزاد يعني أعطى الأمة حقها وخرج من الدنيا والحق له على الأمة وليس في عنقه حق لأحد من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآته وهو السمية فإذا تحدثتم حديث السر فلا تقولوا لا يسمعنا أحد يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أراضي ويسمع وساوس الصدور قل الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وهو السميع الذي يسمع كل ما تقولون العليم الذي يعلم كل ما تضمرون وما تعملون ومن جاهد جاهد نفسه فوجهها إلى طاعة الله جاهد نفسه فأبعدها عن معصية الله جاهد نفسه فصبرها عن بلاء الله جاهد نفسه فتحرك في مواقع رضا الله ووقف المواقف الذي يحبها الله جاهد نفسه فوالى أولياء الله وعادى أعداء الله لتحمل الله جميل قل لا يا ربي أنا تعفيت جاهد نفسي حتى تطيعك نفسي جاهد نفسي حتى تمتنع نفسي عن معصيتك لا عليك أن تعرف أن الله سبحانه غني عنك وعن طاعتك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل شيء والله هو الغني الحمد إيشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد كما أذهب آباءكم وأجدادكم وكل الأجيال التي سلفت وجاء بكم خلقا جديدا وسيذهبكم ويأتي بخلق جديد لهذا مصنع إنما أمره إذا أراد شيئا فهذا المصنع مصنع الله هذا أن يقول له كن فيكون ثم يقول له زل فيزول لذلك لا تعتبر حالك أنت منصب كبير أنك إذا أطعت الله معناها أن الله رح تزيد في ملك الله وإذا عصيت الله سبحانه وتعالى رح تنقص من ملك الله لا لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصيته من عصاه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليه هنا الله يتحدث عن تعب الإنسان وجهد الإنسان ومشقة الإنسان في طاعة الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين لتحمل الله جميل أنا جاء أصلي للأله وجاء أصوم للأله وجاء أصوم للحج للأله لازم الله يعطيني أبداً ما لازم يعطيك ولا كذا ليس لك حق على الله هذه فكرة دائماً يعيشها الإنسان أنه إحنا فقراء إلى الله بكلنا هواء الذي نتنفسه الماء الذي نشرب الأرض التي نجدل عليها أساساً أكثر من هذا الأجهزة اللي عندك بإسلمين معتك كيف تتحرك عقلك كيف تتحرك جمارك كل منين لسانك كلها الله سبحانه وإذا ما قلناه جميل يعني أنت تصلي لأله بيح أنا عم صلي بيح صلي تتكلم بمين لسانك من اللي أعطى لسانك النطق الله فأنت عم تطيح الله في ملك الله ما عندك شيء من عندك ألا فكر عندما تعطي أي شيء عندما تصلي هل تملك شيئاً من جسدك أنت حتى تقول الله أنا أعطيتك إنسانك إيديك رجليك كلها لأله فأنت شو إليك ما إليك شيء تعطي أيضاً مال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ماذا عم تعطيتك أنت صنعت المال أنت خلقت المال صحيح أنت حصلت المال لكن حصلت بإيش بعقلك بإيدك شطارتك من اللي أعطاك هالشطارة وهذا قارون يقول أنه لما نألوله مثلاً وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المسجدين إنه لا يحب المسجدين قال إنما أتيته على علم عندي شو دخل الله شطارتي أنا أنا شاطر أعرف ألعاب أعرف أتاجر أعرف كذا قال له شاطر شطارتك من عقلك من خلق لك عقلك لسانك التحك فيه مين أعطاك النطق في لسانك حركتك تروح وتأتي مين أعطاك من أعطاك يديك من أعطاك رجليك مين وهو قادر هو الذي أحياك وهو الذي قادر أنه ميتك ما يقولك مع الله أنت هذه حقيقة إن الله لغني عن العالم إذن لما تشتغل شيء تشتغل لحسابك صحيح أنت تأتي به قربة إلى الله لكنك إذا قربت إلى الله حصلت على خير الدنيا والآخرة أنت لن تحصل الله ثم ما يحتاج كل يهد وجودك ما يحتاج كيف يحتاج عملك والذين آمنوا جاهد فإنما يجاهد لنفسه جاهد فآمن جاهد فعمل الصالحات ما هي النتائج والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم يعني إذا آمنت كنت مؤمنا وسرت في خط العمل الصالح وأذنبت ذنوبا هنا وذنوبا هناك إن الحسنات يذهبن السيئات أنت عندما تعمل الحسنات وتستقبل حياتك بالحسنات فإن الحسنات عندما تتقدم حياتك فإنها تطرد كل السيئات من خلفك ولذا لن يكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم مش بلاش أنت الله يعطيك أنت عم طيعة بملكه هو يعطيك ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون هذا بالجو العام بهذه الأجواء الله أراضي يوجهنا إلى بعض الجزئيات في الأعمال الصالحة ويحددنا حدود السير في هذه الجزئية ووصينا الإنسان بوالديك حسنا أحسن إلى والديك أحسن لهما أدخل السرور عليهما اخدمهما أرضهما حاول أن تتحمل الأذى منهما إذا أذياك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة هذا أحسن إلى والديك لكن إذا كان والداك فاسقين أو كان والداك كافرين أو كان منحرفين وكانا يتعقدان من طاعتك لله ومن إيمانك بالله وكانا يريدان منك أن تنحرف عن خط الله وأن تترك طاعة الله وأن تندفع في معصية الله لو كان والداك من من يؤيدان الظالمين وأراد منك أن تؤيد ظالما هنا أو ظالما هناك لو كان والداك يتعقدان من المؤمنين وأراد منك أن تخذل مؤمنا هنا وتخذل مؤمنا هناك فيها المجال في الله قبل الوالدين مش تقولوا يا رضا الله رضا الوالدين إذن رضا الله الأساس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم لتطيع غير الله لتعبد غير الله لتتبع غير الله لتطيع الناس الخائنين والكافرين والفاسقين على أساس معصية الله وأبوك زعل منك لأنك تريد أن تعيش في خط الإيمان أمك زعلت منك لأنك تريد أن تسير في خط سبيل الله وفي الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله فيها المجال أراد منك أن تترك المؤمنين وأن تتبع غير المؤمنين فيها المجال قلهم اسمحوا لي فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك به هذه تشرك به مو إلا الشرك بمعنى عبادة السلام كل طاعة لمخلوق في معصية الله فهو شرك في العمل كل تأييد لمن لا يرضى الله لك أن تؤيده فهو شرك في العمل كل خذلان لمن يريد الله لك أن تؤيده هو شرك للعمل كل انحراف في الخط هو شرك في العمل وهذه بها جانب تدخل فيها جوانب عملك عمل الفردي في عملك الخاص العمل الاجتماعي في علاقاتك الاجتماعية في خط الإيمان العمل السياسي في علاقاتك السياسية في خط الإنحراف والاستقامة في خط الحرية والعبودية في خط الظلم والعادل وكل العلاقات هذه كلها عنوانا شرك بالله عندنا شرك عقيدة واحد يقول في عد إلهين عندنا شرك طاعة أن تطيع غير الله في معصية الله عندنا شرك عبادة أن تعبد غير الله ومن أصغى إلى ناطق فقد عبده وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم لا تقول هذا أبوي وهذه أمي تقول أنا أبوي راح يتركني أمي راح تتركني وأبوي راح يتركني ويوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم القيامة كل هذا ما في أب يوم لا يزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الضرور هذه ما في أب وأم في الله في الدنيا في الله قبل الأب والأم وبالآخرة ما فيه يوم القيامة يصيح المنادي فيه منادي لمن الملك اليوم يوم حتى ينزع من الناس كل الشخصيات التي كانت تملك يمكن بعض الناس يعيشون هذه ذكريات فلان كان ملك بالدنيا فلان ملك الشرق فلان ملك الغرب فلان هالمنطق هذا كله يوم القيامة اتطلع مين فيه لمن الملك اليوم ويأتي الجواب لله الواحد القهار يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ولذلك إلي مرجعكم دير بالك عندما تمشي خليك دائماً راقب الله مع أبوك راقب الله مع أمك راقب الله مع أخوك مع زوجتك مع زوجك كي أنت كنت مرأة مع الناس مع الشخصيات الاجتماعية الشخصيات السياسية الشخصيات الاقتصادية قول أنا فلان راح يموت وأنا راح أموت لمين كنا نرجع نرجع كنا لأرض إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ما في فلان وفلان فكر لما يقول لك ترى دير بالك إفلان إلى سطوة وفلان عنده مال وفلان الوظائف عنده وفلان وفلان قول أنا راح أموت وراح يموت فلان وراح ناء الله ينبئنا حاسبنا بما فأنبئكم شوف لاحظوا ثم إلي إلي مرجعكم فأنبئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون مو بس خبرنا الله لا الله خبرنا ويحاسبنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ما عليك حسيبا حاسب نفسك إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم أيضا الله يعيد حتى يشجعنا على الإيمان يشجعنا على العمل الصالح حتى تكون حياتنا كلها في خط الإيمان حتى يكون عملنا كله في خط الصلاح حتى أنظل نراقب أنفسنا فيما نتكلم هل هو كلام يدخل في أعمالنا الصالحة أو في أعمالنا غير الصالحة عندما نقوم بأي عمل هل أن هذا عمل صالح أو عمل غير صالح بحيث لازم تدقق في أعمالك لا يأخذك الجو جماعتك يتكلموا كلام غير مسؤول فتتكلم معهم أقرباءك يتكلموا كلام غير مسؤول فأنت تتكلم معهم اعرف نفسك الآن أنت مع رفقاتك وما أخذكم الحماس مع أقرباءك وما أخذكم الحماس مع زوجتك وأولادك وما أخذكم الحماس لكن يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أنظروا مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غيري لا في رفقة ولا في قرابة ولا في عشيرة ولا في جماعة في الله وفي العمل وإذا الله يقول يا جماعة رتب شغلكم بالدنيا كلمتين بس يحتاج إيمان وعمل صالح إيمان يعيش بعقلك ويتحرك في حياتك حتى يوجهك للعمل الصالح والعمل الصالح هو أن تكون أن لا تقدم رجلا ولا تؤخر أخرى أن لا تتكلم كلمة ولا تترك أخرى إلا حتى تعلم أن ذلك لله رضا لا تفكر أنا هذا الكلام اللي بيحكيه أنا يقبل أصدقائي يقبلوا حزبي يقبل حركتي تقبل منظمتي تقبل أو لا قل الله يقبل أو لا عندما تقوم بعمل فكر الله يقبل هذا العمل أو لا لأنه لن يحاسب عنك الآخرون إنت رح تتحاسب إذا فكر كنت تضبط حساباتك ما في الضبط هالأيام إذا أجاك دولار ما تلوحك هذا هذا مزور أو لا ضبط عمالك أنه عمل مزيف أو عمل خالص في عمل مزور وهو الذي ما ينطلق ما مرتب يعني ليس على الأصول هذا الدولار ما يقل لك في خط هون وفي خط هون وكذا أيضا للعمل في خط هون يقول لك أو أف هون حد هون العمل إلى حدود عند الله دقق مريح أكثر ما تدقق بالدولار الدولار يا جماعة إذا كانوا مزور تخسر لك مئة دولار ألف دولار لكن هناك تخسر عمرك تخسر مصيرك أمام الله لذلك ما عندكم ينفد وما عند الله ذاك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والصالحون هم الذين يدخلهم الله في رضوانه وفي جنته وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والحمد لله رب العالمين موسيقى 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 شكرا